كل نفسي ذائق الموت فتذكر يا عبد الله موتك يا عبد الله إذا مات لك حبيب وما أكثر ما يموت الناس اليوم بوباء كورونا إذا مات لك حبيب فتذكر موت نبيك صلى الله عليه وسلم فقد مات الأحب مات رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنك بفقده فقدت نفسك وأهلك وولدك والناس أجمعين معاشر المسلمين وإن من المواعظ العظيمة في موته صلى الله عليه وسلم أن نعلم بأننا سنموت فهو سيد ولد آدم أجمعين وقد مات عليه الصلاة والسلام فجميعا سنموت يا عباد الله فقد قال جل وعلا وما جعلنا لبشر من قبلك الخل أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت فتذكر يا عبد الله موتك واستعد للقاء الله جل وعلا قبل فوات الأوان فإن الآجال تنزل بغير استئذان تذكر الموت وليكن تذكرك يا عبد الله للموت ذلك التذكر الذي يدفعك إلى عمل الصالحات والانكفاف عن المعاصي والمحرمات تذكر الموت يا عبد الله لتستعد للرحيل واستعد للرحيل بالاستعداد والعمل للآخرة فإنك يا عبد الله إذا نظرت إلى الموت هذه النظرة وتذكرت الموت هذا التذكر فهذا لا يزيدك إلا خيرا يزهدك في الدنيا ويزيدك إقبالا على الله عز وجل وإذا أقبلت على الله سبحانه وتعالى ازداد سطرك شراحا وقلبك اطمئنانا وتذكرك للموت على هذا الأساس إذا جاءك الموت بعده أو جاءتك مبشرات برحمة الله ومغفرته أحببت لقاء الله عز وجل فأحب الله لقاءك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه وذكر يا لقاء الله كره الله لقاءه رواه التنمذي وابن ماجه إن العبد الذي يتذكر الموت ويعلم بأن الموت مدركه لا محالة يحرص على الاستعداد لذلك اليوم العظيم يحرص عليه في هذه الدنيا بالإقبال على الله عز وجل والحرص على عمل الصالحات يحرص على اغتنام الأوقات خاصة الفاضلة منها يا عباد الله فإن شهر المحرم الذي سيحل علىنا يا عباد الله شهر عظيم فهو شهر الله عز وجل وإن من العبادات التي يحرص عليها العبد في هذا الشهر الإكثار من الصيام فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وشهر المحرم يا عباد الله هو شهر من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم لا تظلموا فيهن أنفسكم احذروا عباد الله من المعاصي في كل الأوقات وإن هذا الحذر لا يشتد في الأشهر الحرم وشهر المحرم منها عباد الله فإن معصية الله عز وجل في الأشهر الحرم أعظم من معصيته في غيره من الأشهر الظلم في الأشهر الحرم ليس كالظلم في غيره من الأشهر يا عباد الله ألا فاحرصوا معاشر المسلمين على عمل الصالحات والإكثار منها واجتنبوا السيئات وأقلوا منها واستعينوا بربكم جل وعلا فهو نعم المولى ونعم النصير اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل خير أيامنا يوما نلقاك وخير أعمالنا خواتيمها اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوما نلقاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم توفنا وأنت راضي عنا اللهم توفنا على التوحيد والسنة يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اشفي مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا رب العالمين وارفع عنهم هذا البلاء أياد الجلال والإكرام اللهم ارفع عنهم هذا الوباء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين